السلام عليكم معكم عمر حسين من الموقع فارماكوجون النهاردة جايب لكم فيديو ساخن وهو عن توقم متماثل الاتنين عندهم الصلع الوراثي لنفس الجينات واحد استخدم الدوتاسترايد وحاول فعلا يمنع الصلع الوراثي والتاني قال لك لأ انا مش هستخدم اي حاجة وهسيبها زي ما تيجي والاختلاف في النتائج يهبل بصراحة فتعال نشوف اولا هي الموقع ده كان موقع اسمه twinherolose.com بس هو اتمسح للأسف فانا اضطررت ان انا استخدمي الويب اركايف المهم بيقول لك بقى امعلم ان هو احنا كنا توقم متماسل واحنا الاتنين بنعاني من الصلع الوراثي باختلاف كبير ما بين احنا الاتنين ان واحد فيهم لسه محتفظ بشعره والتاني فقده طب ازاي يا ترى اولا الصورتين هم اللي على الشمال ده ده اللي هو استخدم الدوتاسترايد او حاول يمنع الصلع الوراثي بتاعه واللي علي مين اللي قال لك انا هسيب بالنفسي اصلاعي زي منا وهسيبها تيجي زي ما تيجي اه وبيقول لك اين هو سنس ميتوين برازر الوقت التوقم اللي على الشمال ده بدأ يبان عليه علامات الصلع الوراثي في الفين وثلاثة هو بدأ يعالج الصلع بتاعه باستخدام منتجات كتيرة بس هو لحصن الحظ قدر ان هو يمنع الصلع بعد اما خد احباية ديتشتي بلوكر اسمها الدوتاسترايد انما التوقم التاني اللي علي مين مجربش يستخدم اي حاجة لحد جنيوري او يناير الفين وعشرة عشان يمنع الصلع الوراثي بتاعه بس مش بمزاجه اه والنتائج باينا قدامكو عشان تشوفوه طبعا اهو زي ما انا قلت نتائج من الاتنين ده ده التوقم اللي استخدم الدوتاسترايد من بدري وده اخوه التاني اللي ماستخدمش اي حاجة ده برضو اه صورة من قدام للتوقم اللي استخدم الدوتاسترايد وده التوقم اللي ساب نفسه الصلاع وهنا صور لهم هم اطفال هتلاحز ان هم يعتبر عندهم كسافة شعر متشابهة جدا في كل مراحل الطفولة وهم الاتنين كانوا بتمتاب كسافة شعر كويسة بس هم الاتنين عندهم جين الصلاع الوراسي طبعا التوقم التاني فهو بعد جنيوره 2010 اللي هو يناير 2010 فهو ابتدى يستخدم الدوتاسترا ده هو كمان عشان يحاول يعكس الصلاع الوراسي بس هو كان تقدم جدا في الصلاع الوراسي بتاعه فهتلاقي هنا اللي على اليمين ان هو قط حسن من صورته من زمان بس مش زي اخوه التوقم اللي بدأ يعالج الصلاع الوراسي من اول اما لاحظوا طبعا هنا دائما في القناة بقول لكم ان البرفينشن او الوقاية من الصالح الوراسي اسهل بكتير من محاولة ان انت تعكسه بعد ما تكون تقدمت جدا في الصالح الوراسي وبقيت مثلا نرود اربعة او خمسة او ستة اللي الادوية او محاولة ان انت تعكسه بتكون فيها نسبة النجاح ضعيفة شوية وللأسهل في ناس كتيرة متوهمة ان هو مثلا لما بيبتدي يلاحظ ان هو فقط كسافة شعره ودي ما بيبتديش لحياة صغير بعد اما فقط عشرين في المئة اقل لان خلينا واقعيين الصالح الوراسي هو مرض تدريجي مش بيتم مثلا مش هتصحى في يوم الايام تلاقي شعرك كل واقع في المخيات ده لا هو انت بقى لك فترة كبيرة البصارة بتاعتك عمال بيحصل على عملية وبتصغير على مدار سنين بس انت هتلاحظها امتى في الغالي هتلاحظها بعد ما تكون فقط نسبة كبيرة جدا من كسافة شعرك يعني في ناس كتيرة هو عارف ان هو عنده جين الصالح الوراس وعارف ان عمال صالح الوراسي بس بيفضل يتوهم ويقول له نفسه لا مش صالح الوراسي على السنين هتروح لوحدها وما يبتديش فعلا يحاول يتدخل الا بعد ما يكون فقط خمسين في الماء من كسافة شعره اللي هو يعتبر نروة تلاتة اربعة او حاجة زي كده وفي ده كترة مخصيين تانيين يقولولك ان الصالح الوراسي هو الصفة الوراسية من فاش تتعالج اه والكيس الصالح اللي وردها لكم دي توضح فعلا ان هي ممكن تتعالج وان انت ممكن تتقل من الصالح الوراسي لو انت اخدت الاجراءات الصحيحة زي ان انت تحاول تقلل طبعا مش بنصح الجماعة مسلا ان هو يبتدي يستخدم دوتاسترايد من الاول لان دوتاسترايد قوي جدا وممكن تبتدي تستخدم حاجات اضعف اه وافضل عشان تقلل فرصة الاعراض الجانبية زي مسلا انك تبتدي بحاجة زي الشامبول لذكرته لواء كيتو كانازول اللي هو بيواجه الاندرجينز او ليه تأثيرات مضادة للاندرجينز بصورة ضعيفة وكان ليه تأثيرات مشابهة للمولوكسيدي الاثنين في المية او حتى انك تبتدي تستخدم الفناسترايد الموضعي اللي اتكلمت عليها قبل كده او حتى الفناسترايد الفامة واللي اثبت فعليته وامانه على مدار اكتر من عشر سنين او انك تستخدم موضات اندرجين موضعي مش لازم تبتدي تستخدم دوتاسترايد من الاول بس الفكرة كلها ان لازم يكون عندك في البروتوكول بتاعك حاجة تواجه الصالح الوراثي من الاساس بتاعه وهو هرموني دي اتش تي طبعا في ناس تانية مخصين اكتر من الناس اللي تقول لك من الصالح الوراثي صفرصي يقول لك الصالح الوراثي مش بسبب هرموني دي اتش تي الصالح الوراثي مثلا بسبب حاجة غريبة يقول لك مثلا اللي سكال بتنشن وشكل بنجمتك او ان الصالح الوراثي بسبب نقص الفيتامينات معينة او الصالح الوراثي بسبب نقص الدورة الدموية هي اقل حاجات دي ممكن مثلا تكون جزء من ازاي الصالح الوراثي بيحصل بس هي مش الاساس الصلع الوراثي التكة بتاعته الاساسية هي هيرمون DHT ولو انت لسه صنك صغير وعايز تبتدي تلاحظ الصلع الوراثي بتاعك من الاول لو انت عارف ان انت معرض شنال الصلع الوراثي ابوك منتك مثلا عندهم صلع فانت عايز تقي نفسك من الموضوع ده فانت ممكن تشوف الفيديو اللي عملته ازاي تفرق ما بين تساقط الشعر المؤقت والصلع الوراثي وان انت هتجمع الشعر بتاعك وتشوف عدد الشعر اللي بيقع كل يوم وهتشوف نسبة كام من الشعر اللي بيقع ده فعلا مصغرة وتبتدي تشوف هل انت عندك صلع وراسي ولا لأ وتحاول تبقي من الموضوع من الاساس وما تسمعش الكلام الناس اللي هو تقول لك استنى ما توصل للتلاتين وبعدها حاول تزرع لان في الغالب كسافة شعرك مش هتسمح لك ان انت ترجع لنقطة البداية وده بسبب ان المنطقة المنحة في الغالب لو معظم الناس ما بتستحملش اكتر من عملية زراعة وحتى لو استحملت فهو الدكتور بيكتب لك برضو فنسترايد ومونوكسيديل عشان تحفز على بقية الشعر اللي مش مزروع من عملية تصغير البصيلة وان انت تفقدهم فكده كده هتستخدم ادوية فابتدي من الاول وابتدي دايما بقى لحاجة ممكنة من حيث الاعراض الجانبية وبرضو من حيث القوة زي مثلا شامبوكيتاكنزول او الفنسترايد الموضوع او الفنسترايد مش لازم تلجأ للبروتوكولات التقيلة على طول كده زي الدوتاسترايد وغيرها بس كده حبيت الفيديو يكون قصير ما تفزاش تعمل سبسكراب للقناة ولايك وتشير الفيديو وزور الموقع الالكتروني لو حابس الشرق الالكترونية او متابع اونلاين واشوفكم في الفيديواتي الجاي